بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا أبناء وبنات الأعزاء طلاب الشهادة الإعدادية أهلاً ومرحباً بكم مع حلقة جديدة من حلقات اللغة العربية تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم إن شاء الله حلقتنا اليوم سوف تنقسم إلى قسمين القسم الأول هو درس من دروس القراءة بعنوان الحمامة المطوقة والجزء الثاني من الحلقة وسوف نتناول الفصل الثاني عشر من قصة هموح جارية بعنوان المنقذة تعالوا معنا نبدأ بدرس الحمامة المطوقة طيب تعالوا أولاً نتناول نبزة عن الكاتب عبد الله بن المقفع عبد الله بن المقفع هو الذي ترجم هذه الرواية أو هذه القصة عبد الله بن المقفع ولد في فارس عامي 106 هجرياً اشتهر بالفصاحة وترجم كتاب كليلة ودمنا عن الفارسية وله الكثير من المؤلفات منها الأدب الكبير والأدب الصغير ورسالة الصحابة وتوفي عامي 142 هجرياً طيب تعالوا نتناول نبزة عن كتاب كليلة ودمنا الذي أخذ منه هذا الموضوع كتاب كليلة ودمنا من كتب التراث الشهيرة استخدم المؤلف فيها الطيور والحيوانات كشخصيات رئيسة فيه ويقدم الكثير من الحكم والمواعز بهدف الإصلاح السياسي أو الاجتماعي والأخلاقي ألف هذا الكتاب الفيلسوف الهندي بيدبة الهندي وقام بترجمته إلى اللغة العربية عبد الله بن المقفع وهو من كبار كتاب العصر العباسي الأول هذه نبزة عن الكاتب وعن كتاب كليلة ودمنا تعالوا ننتقل إلى الموضوع الموضوع هو قلنا عبارة عن بعض المواقف على ألسنة الحيوانات أو الطيور لتعضي بعض الحكم أو بعض القيم في حياتنا طيب الفكرة الأولى بعد وان الصياد يقبل نحو العش طيب زعموا أنه كان بإحدى مدن فارسة مكان كسير الصيد يتردد عليه الصيادون وكان في ذلك المكان شجرة كسيرة الأخصان فيها عش غراب فبينما كان الغراب في عشه إذ بصر بصياد قبيح المنظر على كتفه شبكة وفي يده عصى مقبلا نحو الشجرة فخاف الغراب وقال لقد جاء هذا الرجل إلى هذا المكان إما لقتلي وإما لقتل غيري فعلي أن أراقبه حتى أنظر ماذا يصنع طيب تعالوا نتناول نشرح هذه الفقرة بالتفصيل كان في إحدى مدن فارس مدن فارس اللي هي فارس إلى إيران حاليا كان في مكان كسير الصيد مستلغابات يتردد عليه الصيادون للاستياد الطيور والحمام طيب كان في غراب في عشه فوق شجرة نظر فوجد صياد قبيح المنظر على كتفه شبكة فخاف الغراب وقال هذا الصياد جاء إما لقتلي أو لقتل غيري علي أن أراقبه وأنظر ماذا سيفعل طيب دي الفقرة الأولى تعالوا نتناول بعض اللغويات زعبوا معناها قالوا يتردد عليه أي يرجع إليه مرة بعد أخرى مقبلا كلمة مقبرا أي قادما أو متجها والمضاد مدبرا الغراب تجمع على غربان وتجمع على أغربة وغرب وأغرب هذا جمع كلمة غراب كلمة فارس كما ذكرنا هي إيران حاليا وأراقبه أي ألاحظه وعش أيضا تجمع على أعشاش وعشاش وعشوش وعشاشة كل هذه الجموع لكلمة عش طيب تعالوا ننتقل إلى الفقرة التالية وقوع الحمام المطوقة وصاحبتها في شبكة الصياد نصب الصياد شبكته ونثر عليه الحب وكمن قريبا منها فلم يلبس إلا قليلا حتى مر به حمامة يقال لها المطوقة المطوقة يعني في رقبتها طوق وكانت سيدة الحمام ومع حمام كثير فعميت هي وصاحبتها عن الشبكة فوقعنا عن الحب فوقعنا على الحب يلطقتناه فأمسكت بهن الشبكة وأقبل الصياد فرحا مسرورا فجعلت كل حمامة تتلجلج في حبائلها وتلتمس الخلاصة لنفسها طيب نشرح الفقرة بالتفصيل جاء الصياد وجهز الشبكة ونصب الشبكة ونصر علي الحب الحبوب التي هي الطعم للحمام تمام وجلس قريبا من الشبكة مرت حمامة يقال لها المطوقة ودي كثيرت الحمام يعني زعيمة الحمام وكان في رقبتها طوق لذلك سميت بالمطوقة تمام فعميت هي وصاحبتها يعني لم ترى الشبكة ونزلوا على الحب بكل قوة تمام فوقعنا في الشبكة فوقعنا في الشبكة أصبحت كل حمامة تتلجلج أي ترتبك في حبائلها وتلتمس النجاة لنفسها طيب تعالوا نتناول بعض اللغويات المطوقة كلمة المطوقة التي يحيط بعنقها طوق نثر الحب كلمة نصر أي رماه متفرقا والمضاد جمع تتلجلج تتلجلج أي ترتبك تتحرك والمضاد تتزن الشبكة تجمع على الشبك والشبك كمان أي اختبأ واختفى والمضاد ظهر ووضح يلتقطنه كلمة يلتقطنه أي يأخذنه أو يأكلنه حبائل هي الشبكة والمراض مفرد حبالة وأحبولة طيب تعالوا ننتقل إلى الفكرة التالية الفكرة التالية بعنوان التعاون طريق النجاة طيب وقالت المطوقة لا تخازلن في المحاولة الحمام يحاول أن يطير من الشبكة ويحاول بكل قوة ولكن كل حمامة تتصرف مع نفسها تطير تنجو تريد أن تنجو هي بنفسها فنصحت المطوقة الحمام وقالت لا تخازلن في المحاولة ولا تكن نفس إحدى كن أهم إليها من نفس صاحبتها تمام ولكن نتعاون جميعا ونطير قطائر واحد فينجو بعضنا ببعض فجمعنا أنفسهن ووسبنا وسبة واحدة فقلعنا الشبكة وعلونا بها في الجو طيب هذه الفكرة تؤصل معنى التعاون والعمل كفريق واحد قالت المطوقة تنصح باقي الحمام باعتبرها نيأسية الحمام أو زعيمة الحمام لا تخازلن في المحاولة لا تضعفن استمروا في المحاولة في الطيران داخل الشبكة ولكن بتعاون ولكن بإيصار لا تفضل كل حمامة نفسها على صاحبتها ولكن نطير قطائر واحد نرتفع قفزة واحدة نحن جميعا حتى نستطيع أن نخلع أو نقلع الشبكة وبالفعل نجحنا في ذلك طيب تعالوا نتناول اللغويات لا تخازلن في المحاولة أي لا تتخلين عنها ولا تترقنها كلمة قلعن أي انتزعن الشبكة وثبن وثب بمعنى قفزن كلمة ينجو طبعا قلنا معنى ينقذ والمضاد يهلق تعالوا نتناول الفقرة التالية الحمام المطوقة تلجأ إلى الفقر فقال الغراب لأتبعهن وأنظر ما يكون منهن هنا الغراب يقوم بدور المراقب فقط ينظر ويراقبهم فقط قالت الحمام المطوقة في المدينة في المدينة فقر صديق لي فلو ذهبنا إليه قطع عن هذه الشبكة فذهبت الحمام إليه وكان مختبئا يبهين الحمام طار جميعا وهو داخل الشبك وكان مختبئا فنادته الحمام المطوقة باسمه فقال لها من أنت قالت أنا خليلتك المطوقة أنا خليلتك المطوقة أي صديقتك المخلصة المطوقة فأقبل إليها الفقر يسعى فقال ما أوقع كنا في هذه الورطة يعني في هذه المشكلة فقالت له أسرعنا إلى الحب ولم نرى الشبكة وهذا الذي أوقعنا في هذه الورطة وهذا قدرنا هذا نصيبنا طيب تعالوا ننتقل إلى الفقرة اللغويات أتبعهن أي أسير وراءهن الورطة معنى الضائق أو المشكلة وجمعها الورطات والوراط والأوراط خليلتك أي صاحبتك المخلصة وجمع خليل خلائل يسعى أي يمشي في سرعة قدرنا أي نصيبنا والجمع أقدر طيب تعالوا ننتقل إلى الفقرة التالية الإثار من الصفات الكريمة كلمة الإثار هو تفضيل الآخرين على النفس الإثار كلمة أو من الصفات الحميدة المحبوبة تفضيل الآخرين على النفس ومضدها الأثر الأنانية طيب فأخذ الفقر يقرد العقد يقطع العقد التي فيها الحمام المطوقة فقالت له المطوقة ابدأ بقطع عقد سائر الحمام وبعد ذلك أقبل على عقد يعني ابدأ بصاحباتي وفي النهاية تعالى اقطع عقد وأعادت عليه ذلك مرارا وهو لا يلتفت إليها يريد أن يخلصها هي أولا فلما أقصرت عليه القول ذكرته أقصى من مرة أو طلبت منه أقصى من مرة أن يبدأ بقطع عقد سائر الحمام ثم يجعلها هي في النهاية فقال لها لقد قررت القول علي كأنك ليس لك في نفسك حاجة ولا لك عليها شفقة ولا ترعين لها حقا يقول لها أنت تكررين علي القول واطلبين أن أبدأ بصاحبتك هل لا تريدين أن تنجو بنفسك هل تريدين أن تهلكين في هذه الشبكة قالت إني أخاف إن أنت بدأت بقطع عقدي أن تمل وتكسل عن قطع ما بقي يعني تقول له أنا أخاف إن أنت قطعت عقد شبكتي وخرقت أنا يسيبك الملل بعد ذلك فتتكسل أو تكسل عن قطع سائر الحمام طيب وعرفت أنك إن بدأت بهن قبلي وكنت أنا الأخيرة لم ترضى أن أكون حبيسة في هذه الشبكة وإن أدركك الفطور أن أبقى حبيسة في الشبكة فقال الفأر هذا ما يزيد الرغبة فيك والمودة إليك هذه الصفة صفة الإيصار التي بك هي الصفة التي تزيد محبتي لك ووفاء لصداقتي لك ثم أخذ الفأر في قرد الشبكة حتى فرغ منها فانطلقت المتوقة وحمامها معها طيب تعالوا ننتقل إلى اللغويات شفقة أي رحمة والمضاد قصوى الفطور الفطور هنا معنها الضعف والتعب والمضاد النشاط سائر أي باقي والجمع سوائر حبيسة أي سجينة والجمع حبائس المودة معنها المحبة والمضاد القراهية طيب تعالوا كده نتناول بعض الشخصيات أو أهم الشخصيات التي وردت في هذه القصة أولا الصياد الصياد هو رمز الشر سبب المقروه الذي أصاب الحمامة تمام؟ يا أول شخصية الشخصية التالية الحمامة الحمامة المتوقة هي سبب ناجاة الآخرين رمز الإيصار الود والوفاء ورمز القيادة الناجحة وهو من صفات القائد الناجح هو الإيصار والعمل بروح الجماعة والقيادة الحكيمة طيب الشخصية الثالثة الغراب الغراب هو مجرد متابع لكنه اتصف بالأنانية والسلبية الشديدة لم يقدم أي مساعدة للحمائم أو تنبيهن حتى وده دور السلبية الشخصية الفأر رمز الصديق الوفي والإيجابية رغم صغر حجمه قدم يد المساعدة لصديقاته المتوقة وصاحبتها وقت الشدة كده شباب انتهينا من عرض موضوع الحمامة المتوقة والتمسنا بعض العبر وبعض القيم وهي كان من أهمها العمل بروح الجماعة بروح الفريق وأيضا الإيصار في الإيصار وتضليل آخرين على النفس وديك من صفات الكريمة التي تصف بها الحمامة المتوقة وأيضا البعد عن السلبية والأنانية التي تصف بها الغراب دي كان من أهم القيم التي تناولها هذا الموضوع والآن تعالوا معنا ننتقل إلى الجزء الثاني من الحلقة وهو الفصل الثاني عشر من قصة تموح جارية بعنوان المنقذة زي ما عودناكم تعالوا نتناول الفصل الثاني عشر على الخريطة لكي نربط الأحداث بالأماكن بالشخصيات حتى تثبت المعلومة في أزهنين فضلوا معنا نتناول الفصل الثاني عشر بعنوان المنقذة فضلوا معنا تعالوا شباب نتناول أحداث الفصل الثاني عشر من قصة تموح جارية بعنوان المنقذة طيب تعالوا كده أذكركم بما انتهى إليه الفصل الثاني عشر انتهى الفصل الثاني عشر قلنا باحتلال دومياط قام لويس التاسع مالك فرنسا باحتلال دومياط بعدما قلنا التصرف السيء الذي قام به الأمير فخر الدين ابن شيخ الشيوخ عندما انسحب من دومياط لكنه ظن أن السلطان نجم الدين قد وافته المنية فقرر أن يزب إلى أشموم طناح ليشارك في اختيار السلطان الجديد قلنا دخل لويس التاسع دومياط بدون سهولة أو بكل سهولة بعدما فر منها أهل دومياط مزعورين لعدم وجود الجيش في دومياط وقلنا قبل كده أن نجم الدين أمر بالقبض على فخر الدين وقدمه إلى محاكمة من العلماء بتهمة الخيانة أو بسبب فراره من ميدان المعرق تمام هنا انتهت أحداث الفصل الحدي عشر باحتلال دومياط طيب بيبدأ الفصل الثاني عشر بلويس التاسع مع جنوده في دومياط لويس التاسع طاب له الحديث رق له الحديث فرح لويس التاسع وظن أن الحظة قد حالفهم وأنهم سوف يحققون الحلم الفرنجي الطامع في مصر وصرواتها والشرق وخيراته بلويس التاسع ظن أنه سوف أو أنه نجح فيما فشل فيه غيره من الحملات السابقة التي فشلت مرات عديدة في احتلال مصر طيب بعد ذلك دار حوار بين أو انقسم الفرنجي إلى قسمين في أحداث المعركة المرتقبة المعركة القادمة سوف أو كيف تكون المعركة المرتقبة هل تكون معركة سهلة أم معركة صعبة طيب بعضهم قال إن المعركة القادمة سوف تكون معركة سهلة للغاية نحن أتينا في نزهة لماذا؟ لأن أهل دومياط فروا مزعورين أمامنا وأنهم لن يستطيعوا لقاءنا مرة أخرى وأنهم سوف يسلمون البلاد كما طلب الملك لويس التاسع من السلطان نجم الدين في رسالته السابقة ده الجزء الذي يرى أن المعركة القادمة سوف تكون معركة سهلة وبسيطة البعض الآخر قال لا المعركة القادمة سوف تكون معركة رهيبة لماذا؟ لأن ليس من طبيعة المصريين الجبن أو الفرار من المعركة لابد أن يكون هناك شيء غامض هو الذي جعلهم يفرون من القتال وليس من طبيعة المصريين الفرار أمام العدو والمعركة القادمة سوف تكون معركة رهيبة ده كان تصور الفرنج عن المعركة المرتقة طيب ننتقل بعد ذلك إلى الخطة التالية المنصورة المنصورة هي المدينة التالية بعض دومياط انتقل نجم الدين من أشموم طناع هو شجر الدر إلى المنصورة عندما وصل المنصورة نزل في القصر الكبير الذي شهده الملك الكامل على النيل وأمر بنصب المغانيق على القصر وبدأ يصلح كثير من الأبنية ثم جاء الكثير من السفن محملة بأرجال والعتاد إلى المنصورة للتجهيز للمعركة القادمة طيب شجر الدر موقف شجر الدر قلنا كان نجم الدين مريض كان طريح الفراش نائما في فراشه اشتدت به العلة أي اشتد به المرض شجر الدر جالسة بجوار سريره مقرحة الجفن أي جريحة الجفن يعني من قطر البكاء من قطرة البكاء على زوجها طيب بدأت شجر الدر تقول لنفسها ماذا يحدث إذا مات السلطان في هذا الموقف العصيب ولكنها بدأت تقوي من نفسها وتقول لنفسها الوطن أبقى من الأشخاص يا شجر الدر هذا وقت قي انقذي البلاد من أعداء الله ومن أعدائها انقذي البلاد من الأعداء الذين جاءوا يطمسوا دين الله انقذي هذه البلاد ثم بعد ذلك بدأت تقوي من عزيمة نفسها وتقول إن الموت هو النهاية المحتومة لنا جميعا ولكن نغفل في غمرة الحياة عن هذه المعلومة طيب ثم بعد ذلك بدأ سمعت صوت بجانبها فتح نجم الدين أكفانو وقال لها في همس لا تجزعي يا شجر الدر لا تحزني يا شجر الدر وانقذي البلاد وحمي قلعة الشرق من الطامعين لا تجزعي يا شجر الدر انهضي برسالتك وحمي قلعة الشرق ليمسه من الطامعين ثم أطبق أكفانو وفارق على الفور صدعت نجم الدين الطبيب جاء الطبيب وقام بالكشف على نجم الدين وقال لها يا مولاتي انتهى الأمر يا مولاتي دبري أمرك لا ينفع فيه دواء ولا طبيب دبري أمريكي يا مولاتي بدأت شجر الدر انهارت من البكاء ولكنها بعد ذلك أخذت تتجلد وتقوي نفسها أو تقوي من عزيمتها بدأت شجر الدر تصرفت تصرف يدل على حكمة المرأة وحسن تصرفها في هذه المواقف ما الموقف أو ما الأمور التي قامت بها شجر الدر أولا أمرت أن يغسل نجم الدين بيد الطبيب واحد يغسل بيد الطبيب واحد ويكفل ويحنط ويوضع في صندوق مغلق ويرسل في حراقة أي سفينة حربية إلى قلعة الرودة سرا بعيدا عن الأعين تمام وقامت باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لكتمان الخبر ما الإجراءات واحد كما ذكرنا يغسل ويكفن بيد الطبيب واحد اتنين كل الإجراءات تسير كما لو أن السلطان على قيد الحياة أشاعت بين الناس أن السلطان يتحسن وأن السلطان يتماثل للشفاء وأن جعلت كل الأمور تسير كما أن السلطان على قيد الحياة الصماط أي مائة طعام تدخل وتخرج في مواعدها الطبيب يدخل إلى حجرة السلطان ويخرج في مواعيده منعت أي فرد يدخل على حجرة السلطان إلا الطبيب أيضا قامت أو أرسلت من يقوم بتقليد توقيع السلطان حتى تجهز الأمور للجيش أو حتى لا يتصر بالخبر للجيش ثم استدعت بعد ذلك الأمير فخر الدين ابن شيخ الشيوخ الذي كان قبد عليه بتهمة الخيانة ولكنها أفرجت عنه لأنه لم ينوي الخيانة هذا تصرف سيء ولكنه من الناس المخلصين وأعاته مرة أخرى إلى قيادة الجيش كما أرسلت أيضا التواشي جمال الدين محسن رئيس القصر السلطاني وطلبت من ذلك وجلس معها السلاسة الطبيب الأمير فخر الدين التواشي جمال الدين محسن وبدأت تتحدث إلى السلاسة وتقول لهم هل مات السلطان فنظر الجميع إلى بعضهم ولم يرد أحد فقالت لهم لا السلطان لم يمت السلطان ما ماتش هذا ما تقولون للناس السلطان ما زال في فراشه يتماثل بالشفاء ثم عادت تقول سؤالا آخر ومن قائد الجيش قالت قائد الجيش هو الأمير فخر الدين ابن شيخ الشيوخ قد عافى عنه السلطان لأنه بدأ المعرقة من بدايتها وهو أولى أو أكثر الناس العارفين أو القواد العارفين بالمعرقة طيب ومن السلطان الجديد بعد نجم الدين السلطان الجديد هو ابنه توران شاه توران شاه قامت مع أنه برغم تيشو لكن شجاية ضر أراد أن تمنع الفتنة والخلاف بين الأمراء وقالت لطواش جمال الدين والأمير فخر الدين أن يعلنوا لجميع أن توران شاه هو وليا للعهد وأرسلت بعد ذلك إلى القاهرة لتأمر الأمير حسام الدين متولي القاهرة أو حاكم القاهرة بأخذ البيعة من الشعب على أن توران شاه هو ولي العهد الجديد في حين أن لو في أي لحظة أعلنوا خبر وفاة السلطان يبقى إذن الولي العهد الجديد هو السلطان الجديد مباشرة دون بيعة هو ابنه توران شاه واستمر الأمر على ذلك مدة طويلة والأمر في سرية تامة حتى طال الأمر وبدأ الناس يتساءلون وأيضا المتطلعون للحكم بدأوا يدسون الجواسيس داخل القصر والفرنج يتشممون الأخبار حتى تسرب الخبر إلى الفرنج وبذلك أن السلطان قد مات على الفور أعلن الويس التاسع عندما علم موت السلطان التحرك فورا إلى المنصورة لاستئناف المعركة القادمة ده كان ملخص بسيط بأحداث الفصل الثاني عشر تعالوا معنا نستعرض ما تناولناها أثناء الحلقة فضلوا معنا كده شباب انتهت حلقتنا اليوم كما أذكركم تناولنا فيها زي الحلقة الجزء الأول تناولنا موضوع الحمام المطوقة وهو من دروس القراءة المقررة علينا وكما ذكرنا الحمام المطوقة هو موضوع من كتاب كليلة ودمنا ترجمه ابن المقفع وقلنا كتاب كليلة ودمنا يعطي بعض الحكم والمواعز على لسنة الطيور والحيوانات بهدف إعطاء أو تغريل أو غرس بعض القيم وتأصلها في نفوسنا وكان من أهم صفة في هذه الموضوع وصفة الإيثار والقيادة الحكيمة الموضوع الآخر تناولنا قصة تموح جارية وتناولنا الفصل الثاني عشر وعرفنا دور المنقذة شجر الضر التي تميزت بحسن المرأة وتصرفها الحكيم عند موت نجم الدين والإجراءات التي اتخذتها في المعرقة وكان أهمها إخفاء خبر موت السلطان تعيين ولي العهد هو ابنه توران شاه حتى تمنع الفتنة والخلاف بين الأمراء اتخذت كل الإجراءات لكتمان خبر نجم الدين يغسل ويكفن بها الطبيب وحده أرسلته في صندوق مغلق إلى قلعة الروضة كل ذلك حتى لا يتصرب الخبر للجنود في المعرقة فتضعف حماستهم تمام؟ كده حبيبي انتهت حلقتنا اليوم أرجو أن أكون قد أفدتكم فيها في الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر